السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناتكم وصفات لكم سعدت بلقائكم مجدداً حبيباتي وأتمنى أن تكونوا جميعاً بألف صحة وعافية اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خلطة رائعة جداً لإزالة تجاعد الوجه في أقل من خمسة أيام بخلطة فورية لشد الوجه وتخلص من التجاعد العميقة وكذلك الضقيقة فعادة ما نصاب بالتجاعد بسبب التقدم في العمر وتصبح البشرة أقل مرونة وأكثر هشاشة كما أن انخفاض الزيوت الطبيعية والذهون تحت الجلد يؤدي إلى جفاف البشرة ويجعل التجاعد والخطوط تبذو أكثر وضوحاً التعرض أيضاً للشمس فوق قلب نفسجية أيضاً فهي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعد في وقت مبكر بالإضافة إلى فقدان قوة ومرونة البشرة وظره لها يرجع السبب في ذلك إلى أن تلك الأشعة تدمر النسيج والكولاجين والإلاستين في طبقة البشرة التدخين أيضاً يسبب أضرار بالبشرة مما يؤدي إلى ظهور التجاعد والإصابة بالشيخوخة المبكرة بالبشرة كذلك تكرار تعابير الوجه التي تشكل الإبتسامة تعابير الوجه والحركات الأخرى التي تسبب ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعد اليوم سوف أشارك معكم خلطة مجربة ومضمونة للتخلص من مشكلة التجاعد نهائياً كما أننا سنقوم بشد الوجه بشكل جيد سنحتاج إلى بذور الكتان المطحونة فبذور الكتان تحارب التجاعد في البشرة مما يجعل البشرة تبدو أكثر شباباً ونظارة كما يمنحكم ماسك بذور الكتان الترطيب للبشرة الجافة ويمنحها نعومة فائقة من خلال إزالة الخلايا الميتة من الجلد الموز أيضاً يعد البديل الطبيعي والآمن للبوتوكس والقضاء أيضاً على التجاعد والخطوط الرقيقة في الوجه وكذلك الرقضة يعمل على ملأ الخطوط ليبدو الجلد أكثر شباباً كما يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفذ زيادة على تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع البنية وإكساب الجلد توهج وحيوية سنحتاج كذلك إلى الزبادي الطبيعي الخالي من السكر أو الياغورت الطبيعي الخالي من السكر فإن شاء الله لستم بحاجة إلى علاجات باهظة لعلاج البشرة من التجاعد لأن الزبادي يحتوي على حمد اللاكتيك وهو من أحد المكونات التي تعمل على شد البشرة وأيضاً إزالة الخلايا الميتة وقبل ما نمر إلى طريقة تحضير خلطة اليوم للتخلص من التجاعد لليوم أتمنى منكم حبيباتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو وأدعوكم بالاشتراك في القناة إذا كنتم غير مشتركين مع الضغط على زر الجرس الصغير لكي تتوصلوا بكل جديد من الخلطات الطبيعية والمجربة والمضمونة فور نزولها على القناة وشكراً لكم إذن على بركة الله أول شيء سوف نقوم هنا بهرس قطعة موز صغيرة إلى أن نحصل على عجينة لينة بعد ذلك سنضيف هنا تقريباً مقدار ملعقة صغيرتين من بذور الكتان المطحونة أو مطحون زرية الكتان وملعقة صغيرة أيضاً من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر أو الياغورت الطبيعي الخالي من السكر ندمج كل عناصر خلطة التخلص من التجاعد ثم نفرضها على الوجه ونتركها لمدة 30 دقيقة بعد ذلك نشطف الوجه جيداً بالماء الدافئ وبعد ذلك بالماء البارد وفي الأخير نمرر مكعب من الثلج على الوجه وهكذا يومياً إلى أن تختفي التجاعد والخطوط بشكل نهائي وأضمن لكم ظهور نتائج في أيام قليلة من الاستعمال الأول لكن ذوبموا عليها إلى أن تحصلوا على النتيجة المرجوة يمكن الاحتفاظ بخلطة إزالة التجاعد هذه بالثلاجة في علبة زجاجية مغلقة لمدة 3 أيام ثم أعيذ عملها من جديد أتمنى أن تنال إجابكم وصفة اليوم ولا تنسوا حبيباتي مشاركتها مع معارفكم وأصدقائكم حتى تعم الفائدة ومرحباً بكم كذلك في قناة تانية التي اسمها لبن الجمال إذن حبيباتي دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته